عندي مشاعر كتيرة جدا وكلام كتيرة جدا عايز اقول او اتكلم فيه مع حضراتكم ولكن في البداية لما يبقى عندك رئيس بلدك في ظهرك وفي ظهر الرياضة المصرية اعتقد ده شيء رائع جدا 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 نهاردة الحقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تهنئة النادي الاهلي بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للاندية والتي انتهت فعلياتها امس الخميس وجاءت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه على موقع التواصل اجتماعي تويتر والتي جاءت كالتالي خالص التهنئة لفريق قرة القدم للنادي الاهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للاندية وادأهم المشرف كما اؤكد على ان الدولة لن تتدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الالعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الاصعيدة ايضا بعد تهنئة الرئيس للنادي الاهلي الاهلي بيشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتعهد ببذل اقصى جهد لرفعة بلادي عبر مجلس ادارة النادي الاهلي عن خالص شكره وامتنانه لتهنئة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حصول فريق القرى على الميدالية البرونزية في كأس العالم للاندية واكد المجلس تقديره الكامل للدعم والاهتمام الكبيرين الذين تلقاهما الرياضة المصرية في ظل توجيهات السيد الرئيس ورعايته لكل الاندية والابطال الرياضيين التي كانت وسط ظل الدافع الاكبر لرفع راية مصر عالية في المحافل الدولية وجدد مجلس الادارة العهد والوعد ببذل اقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن وبما يسهم في تحقيق كل الاهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلد زي ما حضراتكم شايفين حاجة جميلة جدا 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 النادي الاهلي مفرح كل المصريين النادي الاهلي دايما هو مصدر السعادة في الرياضة المصرية وحاجة جميلة جدا جدا جدا